اشتركوا في القناة وهي 48000 وهي قيمة الديفندر قبل 6 سنين هذه المعطة ما نحتاجه طيب ثاني معطة اللي هو العشرين الف وهي قيمة الديفندر في السوق حاليا عشرين الف ثاني معطة اعطانا هو أو ثالث معطة اللي هو قلنا نقدر نحتفظ بالديفندر لمدة ثلاثة سنين كماكسيموم طيب وقلنا كمان الوبراتينج كوست والبي 2000 يعني اللي هي القيمة اللي هتفحها كل سنة للديفندر 2000 2000 ريال طيب السلفج فاليو بالنسبة للديفندر لو حبيت ابيعه عن اول سنة بيكون 5000 ولو حبيت ابيعه نهاية السنة الثانية بيكون 4000 ولو حبيت ابيعه نهاية السنة الثالثة بيكون 3000 طيب وايضا قيمة الشالينجر معطينه بالانوال وورث فبتكون بعشرة الاف بيرير وقيمة الانترست ريت بتساوي عشرة بالمية بيرير وطلب مني ان انا حل هذه المسألة بالسلي بيرير بمعنى انه هتكون في طريقة جدول موزع على ست سنين determine when the defender should be replaced using the annual worth يبغانا يحل بالانوال وورث طبعا يطلب مني اني متى الديفندر اغيره ويبغانا يحلها بطريقة الانوال وورث طيب نشوف الجدول طيب الجدول زي ما نشوف مقسم لست سنين زي ما قلنا اني طلب مني exactly six years وعندي four options اول option اني احتفظ بالديفندر لمدة ثلاثة سنين بعدين ابدل للشالينجر طيب الoption 2 اني احتفظ بالديفندر لمدة سنتين بعدين ابدل للشالينجر بعدين option 3 احتفظ بالديفندر لمدة سنة بعدين ابدل للشالينجر واخر option ابدل للشالينجر فيعني ما احتاج الديفندر ديريكت ابدل للشالينجر طيب نقدر نشوف دي حين الكاشفلو دياغرام بالنسبة الoption 1 طيب هذا هو الكاشفلو دياغرام عندنا اول شيء الكوست الخاص بالديفندر موجود هنا والانوال وورث الخاص بالشالينجر طيب هذه الثلاثة الاف زي ما اقولنا هي السالفش فاليو عادي الكوستو بريتنج زي ما اقولنا هي الافين طيب لو نلاحظ خلنا السالي بعشرين لاشي خلناها بالمانس لانه زي ما اقولنا احنا اشخاص من خارج المصنع ما نملك الديفندر ولا نملك الشالينجر فجايين نشوف اشي الافضل لنا الoption 1 والoption 2 والoption 3 والoption 4 فلو نلاحظ بعد الحسابات كل شيء طلع معنا ناتج الoption 1 بسالة 9506.76 طيب نشوف الoption 2 طيب هذا option 2 عندنا في السنة الاولى والسنة التانية لو نلاحظ ما عندنا السنة الثالثة لانه ليش لانه زي ما اقولنا في option 2 هناخد في السنتين بسال الديفندر طيب لو نلاحظ كمان السالف جبالي عندنا 4000 ولو جعلنا الحسابات حطنا معنا ناتج بسالة 10645 طيب عندنا الoption 3 الoption 3 لو نلاحظ ايضا انه الانه الورث الخاص بالoperating cost اختفى اول كان عندنا ثلاثة بعدين اثنين بعدين واحد ففوق قيمة السالف جباليو فلو قلنا 5000 ناقص 2000 حيطلنا بكم ب3000 فنسوي حساباتنا حيطل معنا سالة 17878.61 ممتاز هذه القيمة حق الoption 3 طيب نروح الاخر الخيار اللي هو option 4 والoption 4 اللي هو ناخد الشلينجر على السنوات كلها فلو نلاحظ انه على كل السنوات وندفع 10000 ممتاز طيب في بعضهم يتساعد يقول ليش ما نجي عند السنة هذه مثلا ونحط كم ونحط 20 ليش ما نحط 20 20 ألف ممتاز طيب احنا ما نقدر نحط 20 ألف ليش لانه احنا ما نملك احنا اش خاصين من خارج المصلح او من خارج الجهة نشوف ايش افضل لنا هيا option 1 او option 2 او option 3 ممتاز فا احنا لاحظنا من بعد الحسابات 오늘 كل شي انه option 1 هو افضل خيار لنا كان معكم الطالب عبداليز محمد الحمد الحمدagtي احد طلاب الدكتور محمد الأشهب شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته